موسيقى مشاهدين أهلا بكم في الاقتصادية أفضت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حجم ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الليواء السياحي المصنف ارتفع بنسبة 6.8% إلى أزيد من 7.8% ليلة فاصل ثمانية عندما تم أبريل 2024 وبالموازات مع ذلك ذكرت المديرية بأن القطاع السياح استهل الفترة الصيفية لسنة 2024 برقم قياسي من السياح الوافدين خلال شهر ماي الذي سجل مليون وافد فاصل ثلاثة أي بزيادة قدره 18.2% مقارنة بشهر ماي 2023 ويعز هذا الأداء أساسا لنمو عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة 21.8% وهو ما يمثل 57.6% من إجمال عدد الوافدين كما ارتفع عدد الوافدين من المغارب المقيمين بالخارج بنسبة 13.7% في ماي 2024 بلغ عدد المقاولات التي تم يحدثها على مستواجهة العيون السقي الحمراء عندما تم شهر مارس الماضي مع مجموعه 995 مقاولة وذلك حسب موطيات للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هذه المقاولات تتوزع حسب لوحة القيادة العامة للمكتب على الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 551 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب444 مقاولة وتفيد المعطيات بأن إقليم العيون عرف إحداث 953 مقاولة جديدة متبوعة بإقليم السمارة ب42 شركة وتتوزع هذه المقاولات حسب القطاعات على قطاع التجارة يليه قطاع النقل والخدمات المتنوعة والبناء والأشغال الأمومية ومن ثم الأنشطة العقارية والصناعات والفنادق والمطاعم أفدت مذكرة صادرة عن المندوبية السامية لتغطيط حول تطور معيشة سكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر المغربية لسنة 2022 بأن أكثر من ثمانية أسر من كل عشرة عشرة صرحوا بأنهم يتمكنون من تغطية نفقاتهم منهم سبعين في المئة فاصل واحد بصعوبة وثلاثة عشر في المئة فاصل ستة بدون صعوبة كما أبرزت المذكرة أن حوالي ثلاثة أرباع أرباب الأسر اعتبروا أن مستوى معيشتهم عرف تدهورا مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19 وظل مستقرا بالنسبة لثلاثة وعشرين في المئة فاصل خمسة منهم بينما تحسن بنسبة أو بالنسبة لواحد في المئة ارتفع تسعر النفط وسط تقييم المتعاملين للدعم من الطلب المتوقع في الصيف التوترات الجو سياسية والذي بدد تأثير صعود الدولار هذا وزادت العقود الأجلة لخام برينت خمسة عشر سنة إلى خمسة ثمانين دولار فاصل تسعة وثلاثين للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غير تكساس الوسيطة الأمريكي ثلاثة عشر سنة إلى ثمانين دولار للبرميل فاصل ستة وثمانين هذا وارتفع الخمان بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي وحقق مكاسب أسبوعية هي ثانية على التوالي لهما صعدت اليوم أسعار والذهب مع ترجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية والتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطة الاتحادي عزاوزادت أسعار والذهب في المعاملات الفورية بسفر بالمئة فاصل اثنين إلى 2324 دولار فاصل ستة وثلاثين للأوقيا كما ارتفعت العقود الأمريكية الأجلة للذهب أيضا سفر بالمئة فاصل اثنين إلى 2336 دولار فاصل ستبعين للأوقيا وبالمقابل انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام وسجل في أحدث تداول أربعة بالمائة فاصل أربعة وعشرين مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين نهاية نشر الاقتصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في عمال الله